بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أعزائي طلاب الصف التاسع في درس التلاوة والتجويد ومع الآيات التي نتلوها من سورة طه في هذا الجزء إن شاء الله من دروس التلاوة سنتمكن مع بعضنا البعض من تلاوة الآيات المقررة علينا في سورة طه وقبل ذلك أولا سيتمكن الطالب من تحديد أنواع المد بسبب السكون ثم بعد ذلك سنتلو الآيات المتبقية علينا في سورة طه وهي من الآية السابعة والسبعون وحتى الآية الثامنة والثمانون الهدف الثالث أن يبين الطالب معاني المفردات والتراكيب الوالدة في الآيات وفي ختام الدرس إن شاء الله سنأخذ بعض تطبيقات العملية على أحكام التجويد التي تعلمناها قبل بداية التلاوة دعونا نذكركم بأنواع المد التي ندرسها ونطبقها أثناء التلاوة لدينا نوعين من أنواع المد هناك المد الطبيعي وهو الأصلي وهناك المد الفرعي المد الفرعي ينقسم إلى قسمين منهما يكون بسبب الهمز ومنهما يكون بسبب السكون ما يكون بسبب الهمز منه الواجب المتصل والجائز المنفصل أما ما يكون بسبب السكون وهو ما تعلمناه في الدروس الماضية من بداية الباب الثاني أولا العارض للسكون ثانيا المد اللازم إذن هي خمسة أنواع يجب عليك أن تركز عليها عزيز الطالب النوع الأول المد الطبيعي ثم الواجب المتصل ثم الجائز المنفصل ثم المد العارض للسكون ثم المد اللازم أيضا تعلمنا في الدرس الماضي على المد اللازم ما هو المد اللازم؟ ذكرنا أن المد اللازم هو أن يأتي بعد حرف المد حرف ساكن وهذا السكون سكونا لازما أي أصليا وذكرنا أيضا عن مقدار المد في المد اللازم أنه يجب مده ست حركات ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض من داب الحاق الصاخ كلمة داب انظر بعد حرف المد جاء حرف الباء الباء المشدد هو في الأصل حرفين الأول ساكن والثاني مفتوح أو متحرك فأصبح حرف الباء حرفا مشددا الحاقة أصلها الحاقة وقد يكون المد اللازم في كلمة ويسمى مد كلميا وقد يكون في حرف ويسمى مد حرفيا من أمثلة المد اللازم الكلمي قوله تعالى ولا الضالين وقوله تعالى في المد اللازم الحرفي قول الله قاف نون هذا يسمى مد لازم حرفي لأنه جاء في حرف واحد الهدف الأول أن يعدي الطالب أنواع المد بسبب السكون ذكرنا النوعين الرئيسيين المد العارض للسكون والمد اللازم المد العارض للسكون إذا كان السكون الذي أتى بعد حرف المد سكون عارضا بسبب الوقف أما المد اللازم فهو ما ذكرناه قبل قليل أن يكون السكون الذي جاء بعد حرف المد سكونا لازما أي أصليا أما مقدار المد في المد العارض للسكون ذكرنا أنه من حركتين أو أربع أو ست حركات أما المد اللازم فيجب مده ست حركات في نهاية الهدف الأول تذكر معي عزيز الطالب ما هو المد اللازم المد اللازم أن يأتي بعد حرف المد حرفا ساكنا سكونا أصليا وأنواع المد اللازم هناك المد اللازم الكلمي والمد اللازم الحرفي بسم الله نبدأ بالهدف الثاني تلاوة الآيات الكريمة تلاوة سليمة بين يدي الآيات الآيات من سورة طاها عدد آياتها 135 وهي سورة مكية تناولت الآيات قصة نجاة موسى عليه السلام وبني إسرائيل من فرعون وجنده الهدف الثاني تلاوة الآيات الكريمة تلاوة سليمة افتح الكتاب معي عزيز الطالب صفحة 96 وتابع معي قراءة الآيات الكريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العظيم أعزائي الطلاب أعيد سماع الآيات مرة أخرى حتى تتقنوا التلاوة الصحيحة بشكل سليم معاني مفردات والتراكيب التي وردت معنا في الآيات الماضية قوله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا يبسا أي جافا حتى يستطيعون أن يسيروا عليه لا تخافوا دركا أي لا تخافوا لحاقا أي لا تخافوا من أن يلحقوا بك فرعون وجنده فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم أي فعلاهم وغمرهم الأمواج غمرتهم عندما لحقوا بموسى ومن معه عندما وصلوا في منتصف الأرض اليابسة أمر الله تعالى الأمواج أن تغرقهم فأهلكتهم وأغرقتهم قول الله تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ ما هو المن؟ المن هو طعام صمغي كالعسل والسلوى هو طير السمان قال تعالى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تطغوا فيه أي لا تكفروا بنعم الله عز وجل فيحل أي فيجب فيهبط عليكم عذاب الله عز وجل وغضب الله تعالى فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى هوى أي فقد هلك لأن الله عز وجل إذا غضب على قوم أهلكهم في الدنيا والآخرة في نهاية الدرس أعزائي الطلاب هذه بعض تطبيقات أحكام التجويد فعندما قرأنا الآيات مرت معنا في الآيات الكريمة بعض أنواع المدود دعونا نعرج على بعضها فمثلا قوله تعالى وَآمَنَ وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ تأمل في كلمة آمنة يوجد بها نوع من أنواع المد ما نوع المد الموجود في كلمة آمنة في البداية انظر إلى حرف المد أين حرف المد؟ الألف هل هي مفتوحة؟ نعم الألف الساكنة وما قبلها مفتوح ألف ساكنة وما قبلها الهمزة والهمزة مفتوحة إذن انظر إلى ما بعدها هل جاء بعد حرف المد؟ همز أو سكون؟ كلا إذن هو مد طبيعي مد طبيعي نأخذ مثالا آخر قوله تعالى يَا بَنِي إِسْرَائِلَةَ بَنِي إِسْرَا بَنِي إِسْرَا هذه الآية فيها نوع من أنواع المدد انظر حرف المد جاء في كلمة والهمز في كلمة أخرى إذن نسمي هذا النوع من أنواع المدود مد جائز منفصل يجوز مده حركتين أو أربع حركات أو ستة حركات وهناك أمثلة أخرى موجودة في الآيات مثلا كلمة إسرائيلة يوجد بها أيضا نوع من أنواع المدود أيضا في الآية رقم واحد وثمانون قول الله تعالى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ أيضا هنا نوع من أنواع المدود عليك عزيز الطالب أن تفكر ما هو نوع المد الموجود في هذه الكلمات إذن عزيز الطالب بعد أن قررنا الآيات الكريمة يتوجب عليك فعل التالي أن تعيد سماع الآيات مرة أخرى حتى تتعلم التلاوة بشكل صحيح ثم بعد ذلك تستخرج من الآيات الكريمة مثالا المد الطبيعي وآخر للمد العارض للسكون في ختام الدرس أعزيز الطلاب أشكركم على حسن إصغائكم وإستماعكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته